في اواخر شهر رمضان من العام الثالث عشر هجريا كتب المسلمون بقيادة المثنى بن حارثة انتصارا حربيا رائعا على جيش الفرس في معركة البوايب فقد استطاع رجال المسلمين ان يثقروا لهزيمتهم في موقع الجسر وتمكنوا من تدمير جيش الفرس الضخم بكل ما ضمه من فيلة وفرسان ومشا ولم يكتفي المثنى بما حققه بعد ذلك الانتصار فقد ارسل الرجال لتتبع الفررين من ارض القتال واستطاع ان يسترد جميع الاراضي التي كان قد تخلى عنها المسلمون بعد يوم الجسر بل ووصل الى حدود العاصمة الساسانية بعد ان نجح رجاله في ضم قلعة صابات القريبة منها وبعد عودة الجيش المنتصر الى ارض الحيرة اراد المثنى ان يستغل حالة الحماس التي كانت تسيطر على رجاله لتزديد ضرب قاصمة جديدة الى الامبراطورية الساسانية فبدأ على الفور العمل على خطة لم تكن لتخطر على بال احد على الاطلاق في اوائل القرن السابع الميلادي كانت صناعة المنتجات تزدهر بشدة في الامبراطورية الساسانية فقد اشتهرت صناعة الذهب والفضة والنحاس والحرير والاقمشة السوفية وغيرها وكان يتم تصديرها الى البلاد والمدن المجاورة وجرت العادة ان تعقد اسواقا في عدة مدن في كل عام لبايع تلك المنتجات الساسانية الشهيرة وكان الاول من سبتمبر هو ميعاد اولى الاسواق في مدينة باتنة التي تقع على الشاطئ الشرقي لنهر الفراط وكان المثنى يعرف عن تلك الاسواق التي تقام سنويا في شمال العراق ولم تخب عن باله فكرة الهجوم عليها حتى يضعف عدوه ويتقوى بما فيها عليهم ولكن في ذلك العام كان الاول من سبتمبر يوافق الثاني من شهر رجب وفي هذا الوقت كان المثنى يقطع الطريق من المدينة الى الحيرة بعد ان استنجد بامير المؤمنين بعد خروج خالد رضي الله عنه من العراق وحتى بعد وصوله كان عليه ان ينتظر ابا عبيد وجيش المدد القادم من المدينة قبل ان يتحرك فحجم قواته لم يكن يسمح بالقيام باي عملاية في العراق انا ذاك وقد جاءه بالفعل ابا عبيد بعد ذلك بشهر ولكنهم انشغلوا جميعا بقتال الفرس في معركتين الجس والبوايب ولذلك فقد فاتته الاسواق المذكورة ولكنه على كل حال بعد ان عاد الى الحيرة واستقر بها بعد معركة البوايب علم من احد الرجال ان هناك اسواق جديدة تعقد في هذه الفترة في مدينتي الخنافس وبغداد وعلم ان الاموال تجتمع في هذه الاسواق كبيت المال وبما ان بغداد كانت تبعد عن كتسفون عاصمة الفرس لحوالي 40 كم فقد كانت المسافة بينهما تقترب من اليوم فسأل المثنى اي من الاسواق سيكون الوصول اليه اسرع فاجابه الادلاء قائلين ان الاقرب هو سوق الخنافس ويقوم اهل الربيع وقضاعه بحراسته فبات المثنى يفكر في الامر ويستعد له رسم المثنى خطته على ان يسلك طريق الصحراء حتى يختفي عن الانظار ويصل الى الخنافس فاذا نجح في الوصول والسيطرة على السوق فعليه ان يسير مع القوات خلال الليل حتى يصل بغداد في الصباح قبل ان يسمع اي شخص باخبار مسيرته وبالفعل خرج المثنى مع قواته من بني شايبان وبني عجل وانسحب جنوبا من الحيرة الى اوليس حتى يخدع عيون الفرصة التي تراقبه ومن هناك استدار غربا حتى اختفى وسط الصحراء وانطلق سريعا مع الرجال نحو مدينة الخنافس ومع اول ضوء للنهار كان المثنى من حارثة يقتحم سوق الخنافس وسط دهشة الجميع ويدمر حراسة من رجال ربيعة وقضاعة وانتشر المسلمون بعدها يأخذون البضائع والاموال من كل مكان وفي غضون ساعات قليلة كان الجميع يسير مسرعا نحو بغداد من اجل تنفيذ الهجوم الثاني انتشر حراسة المثنى في الطريق بين الخنافس وبغداد ومنع الناس من تناقل اخبار مسيرتهم ومع اول ضوء للنهار في اليوم الثاني كانت القوات الاسلامية تنتشر في سوق بغداد وسط ظهول الجميع ففر كل من كان به وامر المثنى رجاله بان لا يأخذه سوى الذهب والفضة وان لا يحمل الدواب اكثر من طاقتها وانطلق الجميع بعدها عائدين نحو مدينة الانبار بعد ان تمت مهمتهم بنجاح بعد رجوع المثنى الانبار لم يشأ بان يرجع الى الحيرة قبل ان يوسع نطاق غاراته على شمال العراق فاتخذ مدينة الانبار كمركز عمليات واسعة النطاق وارسل الغارات الى منطقة الكباث وصفين ونجحت احدى الغارات في اسر عير كانت ارسلت كمدد لاهل فارس وتعقب المسلمون بعدها فلول الفرس الى مدينة عين التمر فاحدثت هذه الغارات اثرا كبيرا في اهل البقاع وبدأوا في عمليات هجرة الى المدن شرق رهر دجلة فلحق بهم المثنى عند مدينة تكريت واستطاع ان يأسر منهم عددا كبيرا قبل ان يجتمعوا له وغنم منهم غدائم كثيرة وبعد ان قسم الغنيمة عاد من جديد الى مدينة الانبار اذا نظرنا الى عمليات المثنى العسكرية بعد معركة البويب فسنجد انها كانت استغلالا رائعا للنصر الذي حققه فقد فتح على الفرس ابعادا جديدا للحرب البعد الاول تمثل في طول خط المواجهة فقد دفذ عمليات في نطاق يبلغ 400 كم شمالا بالاضافة الى المسافة التي توغلها المسلمون في جنوب العراق وكان الهدف من ذلك هو الحصول على تمويل قواته وتشتيت العدوة وارباكه والتأثير النفسي على قيادات وشعب الفرس اما البعد الثاني فقد تمثل في كيفية تنفيذ هذه العمليات السريعة والخاطفة بشكل مدروس ومحسوب وذلك باستخدام الخيل والابل ومنع الناس من تناقل الاخبار قبل ان يشعروا بها عدوه مما القى الضوء على براعة وحصن ادارة قائد المسلمين لهذه الغارات وقد وضعت هذه الخسائر الفرس تحت ضغط نفسي ومادي يصعب عليهم ان يستفيقوا منه وكانت اكبر اهانة للسلطة الحاكمة امام شعبها وسببت العديد من الثورات ضد البلاط الفارسي ولذلك كان على الملك يسجرد الثالث ان يتصرف سريعا امام كل تلك الثورات ونظرا لصغر سنه فقد قام بالاستعانة بكبار رجال الجيش مثل رستو فارغزاد والفيروزان وبدأوا جميعا على الفور عملية تأمين واسعة النطاق فقاموا بتجديد الثغور والحاميات التي كانت للفرس وخصصوا جندا لكل منطقة وارسلوهم الى نطاق الحين والانبار والابولة وبدأوا في اثارة المناطق التي كانت عهدت المسلمين وضغطوا عليهم من اجل التنكر لهم فبدأوا في السيطرة على الجزيرة واقتربوا من الحيرة ووصلت الانباء الى المثنب نحارثة وادرك مدى خطورة الوضع على المسلمين فقد كان يعلم انه قد حقق نصرا اكثر مما تستطيع قواته ان تحتفظ بها ومن شأن هذا اللا يدوم ولذلك فقد فضل الانسحاب من جميع الاراضي التي قدمها وانسحب بالمسلمين الى ذيكار وارسل فورا الى امير المؤمنين بالمدينة حتى يعلمه متحرقات الفرسة الجديدة وكان ذلك في اواخر شهر ذي القعدة في العام الثالث عشر هجريا عندما وصلت الاخبار الى عمر بن الخطاب راضي الله عنه كان اول ما قاله والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب فقام على الفور بمراصلة كل رجاله في الجماعات والقبائل العربية وطلب من الجميع الحضور في الحال فتوافد الناس بقثرة على المدينة من جميع انحاء شبه الجزيرة العربية على مدار عدة اسابيع واجتمعوا جميعا في مكان يضع صرار بالقرب من المدينة فخرج عمر رضي الله عنه مع الناس وعسكر معه وبدأ الجميع يتساءل عما اذا كان امير المؤمنين سيخرج مع الجيش المتجه الى العراق في هذه المرة وبينما كان الكل ينتظر الاجابة على سؤاله وقف عمر رضي الله عنه ونادف الناس قائلا الصلاة جامعة فلما وقف الجميع سألهم المشورة فقال عمة الناس يا امير المؤمنين سر ونحن سنسير معك فقال عمر اذا فاستعدوا فاني سائر معكم الا ان يجيء رأي هو امثل من ذلك وارسل بعده عمر رسالة الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه حيث كان استخلفه على المدينة حتى يأتيه فورا وجاء علي ومعه طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم فعرض عليهم عمر رضي الله عنه ما وصل اليه في اجتماعه مع المسلمين وطلب الاستماع له فأيده طلحة وعلي رضي الله عنهما ورأوا بان من الافضل خروج عمر لقيادة جيش المسلمين الجديد بينما خلفهم عبد الرحمن بن عوف فوقف عبد الرحمن رضي الله عنه وقال اقم وابعث جندا فقد رأيت قضاء الله لك في جنودك قبل وبعد فانه ان يهزم جيشك ليس كهزيمتك وانك ان تقتل او تهزم خشيت ان لا يكبر المسلمون وان لا يشهد ان لا اله الا الله ابدا فوافق الحدور جميعا على رأيه واجمعه على ان يقيم عمر رضي الله عنه بالمدينة وان يبعث احدا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليقود الجيش فان نجح وانتصر على الفرس فهو خير له وان لم ينتصر فسيبعث لهم رجلا اخر حتى يأتي نصر الله الموعود فظل الجميع يتشور حول هوية القائد الذي سيتم ارساله وبينما هم يقترحون الاسماء جاء كتابا الى امير المؤمنين من سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فقد كان سعد يجمع الصدقات من اهل هوازم بنجد عندما جاءه خطاب عمر رضي الله عنه بجمع الرجال والقدوم اليه فرد سعد الخطاب في ذلك الوقت وقال فيه اني قد انتخبت لك الف فارسا كلهم ذو رأي واصحابي حيطة فوقف عبد الرحمن بن عوف قائلا وجدته فقال عمر فمن فقال الاسد عاديا فقال من فقال عبد الرحمن الاسد في براثنه سعد بن مالك فكان وصول خطاب سعد في ذلك التوقيت هو الذي وضع اسمه امام امير المؤمنين وذكرهم به كان سعد بن ابي وقاص احد الفرسان الشجعين من كريش الذين طال محام الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعد اول من رمى من المسلمين بسهم في سبيل الله وكان مشهورا عنه انه مجاب الدعوة ولما لا وهو احد العشرة المبشرين بالجنة وعرف عنه انه كان من اهدأ القادة اعصابا واكثرهم رزانة وبعدا عن الخطأ اثناء الحرب ولذلك فقد كان يعد الخيار الامثل ليكون قائد جيش المسلمين الجديد فلما اتى المدينة قام عمر رضي الله عنه واستقبله استقبالا حسنا وابلغه بخبر توليه جيش المسلمين الجديد ثم وصاه قائلا اني قد وليتك حرب العراق فاحفظ وصيتي فانك تقدم على امر شديد واعلم ان لكل عادة عتادا فعتاد الخير الصبر فالصبر الصبر على ما اصابك واعلم ان خشية الله تجتمع في امرين في طاعته واجتنام معصيتي وتابع بعدها عمر رضي الله عنه وصياته له حتى انتهى منها ووجهه نحو المثنى بالعراق كانت اوامر عمر رضي الله عنه واضحة لسعد بان يتحرك بالرجال الذين اجتمعوا معه الى منطقة ذرود القريبة من المدينة ثم يقيم بها فترة من الزمان حتى يجمع المزيد من اهل القوة حوله فتحرك سعد مع اربعة الاف مقاتل اغلبهم من قيس عيلان ومن قادم عليهم من اهل اليمن والصرار ووصلوا جميعا الى زرود في اليوم السابع والعشرين من شهر شعبان في العام الرابع عشر هجريا ولم تتوقف الامدادات عند هذا الحد فقد تتابعت الوفود على المدينة وارسلهم عمر رضي الله عنه اليه فامده بالفين يماني والفين نجدي من غطفان وقيس وفي نفس الوقت كان سعد يحشد المزيد من الرجال حوله وجاء اليه حوالي ثلاثة الاف من تمين والف من الرباب وثلاثة الاف اخرون من اسد وظل ثلاثة اشهر بالمكان حتى لحق به الجميع في تلك الاثناء كان المتنى من حارثة قد نزل بمنطقة شراف في انتظار قدوم سعد بن ابي وقاص بالمدد عليه وكان محوى انا ذاك ستة الاف من بكر بن وائل والفين من سائر ربيعة والفين من بجيلة ومثله من قضاع وطي وبينما كان سعد ينتظر قدوم المتنى عليه او قدوم اوامر عمر رضي الله عنه من يتقدم سعد نحوه مرض فجأة المتنى مرضا خطيرا للغاية وقد اشار الرواه ان ذلك المرض كان بسبب جراحه في معركة الجسر ولكن هذا التفسير يرفضه العلماء الان حيث كان قد مضى عاما على معركة الجسر ومن الصعب ان يمرض بسبب الجراح التي اصيب بها في ذلك اليوم بعد كل ذلك الوقت ولكن على كل حال يبدو بان المتنى قد شعر بان اجله قد حان فاصدر على الفور الاوامر ان تكون قيادة الجند من بعده لبشير بن الخصاصية ثم طلب من اخيه المعنى ان يحضر وكتب وصيته الى سعد وامر اخيه بان يذهب بها سريعا اليه وما ان انتهى المثنى من كلامه حتى اسلم روحاه الى بارئها وانتهت بذلك حياة ذلك القائدة الشجاع بعد ان صال وجال في ارض العراق وكتب في كل شبر من اراضيه بطولة يحكي عنها التاريخ في حوالي اليوم الاخير من شهر ذي القاعدة خرج سعد بن ابي وقص من زرود مع جميع الرجال الذين اجتمعوا له واتجه الى منطقة شراف حيث كان ينتظر بقية الجيش الاسلامي ووصل الى هناك في حوالي الثامن من شهر ذي الحجة وعندما استقر به الحال كتب الى عمر رضي الله عنه ليبلغه باخبار مسيرته فلما جاءت الاخبار الى امير المؤمنين اراد بان يكون تحرك الجيش الاسلامي في شكل منظم نحو مكان القتال فقام على الفور بارسال كتاب الى سعد وامره بان يقوم بتقسيم الجيش الاسلامي في شكل عسكري منظم ينم عن البراعة الشديدة التي كان يتمتع بها عمر رضي الله عنه فقسم سعد الجيش الاسلامي وجعله تحت قيادة عدة امراء فكان امير الفرسان هو سلمان الباهلي وامير المشاه هو حمال ابن مالك الاسدي وامير الميمنة عبدالله ابن المعتم وامير الميسارة شرحبيل من الصمت اما المقدمة فكانت تحت امارة زهر ابن عبدالله والصاقة او المؤخرة فكانت تحت امارة عاصم ابن عمر التميمي والربان من الابل والجمال تحت امارة عبدالله ابن ذي السهمين وذهبت امارة الطلاقع المسؤولة عن الدوريات الى سواد ابن مالك التميمي وكان تحت كل امير قادة الاعشار وكان كل عشر يضم في المتوسط ثلاثة ألاف ومائتي مقاتل فكان العشر الواحد يضم عدة رايات وكانت كل راية تضم عدة قبائل وكل قبيلة تضم عدة عرفاء وكان العريف الواحد قائدا على عشرة أفراد فكان شكل الجيش الإسلامي منظما بشكل رائع يدرس الآن في المدارس العسكرية في العالم أجمع وقد مكث الجميع في مكانهم في انتظار أوامر أمير المؤمنين بالتحرك وبينما هم على هذا الحال جاء المعنى بن حارثة لتسليم وصية أخي المثنى رحمة الله عليه إلى قائد المسلمين الجديد فبعد وفاة المثنى لم يستطع المعنى بأن ينطلق ويسلم وصيته إلى سعد رضي الله عنه كما أمره أخوه فقد جاءته الأنباء بوصول عميل من عملاء الفرس من العرب يضع قابوس بن قابوس بن المنذر إلى القادسية والذي أخذ يحرط قبائل بقر بن وائل على المسلمين فخرج المعنى على الفور بعد أن انتهى من دفن أخيه واتجه ليلا إلى القادسية حيث هجم على هذا الرجل ومن معه وبعد أن انتهى منهم عاد سريعا واتجه إلى حيث يتواجد سعد رضي الله عنه فلما قرأ سعد وصية المثنى رحمة الله عليه ترحم عليه ودعا له فقد كان المثنى يعطيه خلاصة خبراته في حروبه مع الفرس ويغبره بكيفية الانتصار عليهم وشدد عليه بأن لا يقاتلهم في عكر دارهم وإنما يقاتلهم على حدود أرضهم في أقرب نقطة من صحراء العرب وأبعد نقطة من أول قرية للفرس فلو كان النصر للمسلمين فستكون جميع الأراضي خلف الفرس لهم وإن كان النصر للفرس فسيسهل على المسلمين الانسحاب السريع نحو الصحراء دون أن يتعقبهم الفرس فيخرجوا بأقل الخسائر فكانت هذه الوصية خير دليل يتبعه سعد في حروبه مع الفرس فيما بعد عندما علم أمير المؤمنين باستقرار وضع المسلمين في منطقة شراف قام على الفور وكتب كتابين في غاية الأهمية الكتاب الأول كان لسعد رضي الله عنه حيث أمره بأن يسير بالمسلمين على نفس التعبئة ويتقدم نحو القادسية فإن وصل هناك فعليه أن يقيم بالمكان وأن لا يتقدم أكثر من ذلك فهذا هو أفضل أماكن القتال القريبة من أرض العرب وأمره بأن يهاجب قوات الفرس إذا ما رأى جماعة منه قبل أن يجتمع جميعا له أما غير ذلك فعليه أن يصبر وأن لا يبرح مكانه حتى يأتي معيد القتال أما الكتاب الثاني فكان لأبي عبيد بن الجراح رضي الله عنه قائد الجيش الإسلامي في الشام فقد أمره أمير المؤمنين أن يرسل الجيش الذي خرج مع خالد بن الوليد من العراق نحو الشام إلى العراق من جديد وقد كان يبلغ عددهم آنذاك ستة آلاف مقاتل فقد كان عمر رضي الله عنه يدرك مدى خطورة الاشتباك القادم مع الفرس وأراد بأن يمد الجيش بكل رجال الممكنين وفي هذا الوقت كان المسلمون قد استطاعوا بنجاح ضم مدينة دمشق وما حولها من مناطق همة وكان الوضع أكثر استقرارا لديهم وفي اليوم الثالث عشر من سفر في العام الخامس عشر هجريا خرج سعد مع جيش المسلمين متجها إلى القادسية صار الجيش الإسلامي بخطة ثابتة نحو القادسية وقد سبقتهم مقدمة الجيش تحت قيادة زهر بن عبد الله حتى وصلت إلى موطقة العديد وكان يوجد هداك قلعة للفرس قديمة فلما وصل لها المسلمون لاح لهم بعض الأشخاص يظهرون من نوافذ الأبراج بداخلها فتقدمت خيول المسلمين نحو القلعة وإذ بهم يجدون أبوابها تفتح ويخرج منها رجل يرقد سريعا نحو القادسية فلما دخل المسلمون القلعة لم يجدوا بها أحدا وفهموا أن ذلك الرجل هو الذي كان يتنقل سريعا بين النوافذ حتى يهم المسلمين بأن هناك عددا من الفرس في القلعة وأنه أراد أن يشغلهم عنه حتى يهرب سريعا ويبلغ قادته بوصول المسلمين لهذا المكان فحاول فرسان المسلمين اللحظ به ولكنهم لم يدركوه فصمم زهر على اتباعه وأخذ أسرع الخيول وانطلق سريعا نحوه حتى استطاع أن يدركه بالقرب من القادسية وقتله قبل أن يصل للفرس وبعدها عاد زهر وأخذ مقدمة الجيش وصار بهم نحو القادسية ممهدا الطريق خلفه لسائل الجيش الإسلامي عندما وصل زهر بمقدمة الجيش الإسلامي إلى القادسية بدأ على الفور في تشكيل الصراية لشن الغارات خلال الليل فشكل سريعا من ثلاثين فارسا وأرسلها نحو الحيرة والتي كان الفرس قد استردوها بعض رحيل المسلمين عنها فعبروا نهر العطاي وتابعوا مسيرتهم حتى سمعوا أصوات موكب يقترب منهم فاختبأ رجال المسلمين وسط النخل وأقاموا كمينا لمن يأتي عليهم وما هي إلا دقائق قليلة حتى جاء موكبا ضخما للفرس كان في طريقه لمدينة صفين فقد كان هذا الموكب يضم ابنة أذاذ به والتي كانت تزف في تلك الليلة إلى صاحب صفين من العجم فانقض عليهم رجال المسلمين وباغتوهم واستطاعوا أسر جميع من كان في الموكب وقتلوا حراسة وغنموا الكثير من الغنائم وعادوا بها إلى القادسية وصل سعد رضي الله عنه إلى القادسية مع بقية الجيش الإسلامي ونزل بالحصن الخاص بها وفرح بأخبار سرية المسلمين ونجاحها فقسم الغنائم عليهم وأرسل بها كتابا إلى عمر رضي الله عنه ونظرا لأن جيش سعد كان أكبر من أي جيش دخل به المسلمون العراق من قبل فكانت مسألة التموين هامة وتحتاج لتدبير أكثر مما كان بالنسبة للجيوش السابقة للمتنى وخالد بن الوليد فتلك الجيوش كان عددها أقل وكانت تستطيع التواخل في أراضي العراق للتزود بما تحتاجه من طعام بينما كان جيش سعد رضي الله عنه يقف على حدود الصحراء ليكون بالقرب من أراضي المسلمين امتثالا لأوامر عمر رضي الله عنه ولذلك فقد قرر أمير المؤمنين أن يفتح طريقا بين المدينة وبين القادسية ويقوم بإمداد الجيش بما يحتاجه من طعام وذلك من خلال سهم من سهام بيت المال ألا وهو سهم سبيلا له اتباعا للآية الكريمة ويكون ذلك بالإضافة إلى ما يتحصل عليه الجيش من خلال الغارات التي يشنوها على المناطق المجاورة فقد كان ما يحتاجه 32 ألف مقاتل من الجمال يبلغ 320 جملا أو 9000 من الإبل يوميا وبالفعل انطلقت السرايا نحو جنوب وشمال العراق واستطاعت بأن تتحصل على ما يحتاجه الجيش من ماء وطعام لفترة من الزمن وظل سعد بالقادسية ينتظر قدوم الفرس عليه وهم لا يفعلون فاستبتأهم سعد وقرر بأن يرسل العيون لتتبع أخبار جيش الفرس فترى ماذا كان يحدث في تلك الفترة بالعاصمة الفارسية في تلك الأثناء كانت الأوضاع على صفيح ساخن في كتسفون العاصمة الفارسية فقد ثار الرجال وحكام الأقاليم واستاءوا بشدة بسبب عدم تصرف ياتجرد الثالث تجاه الغارات التي يشنها المسلمون عليهم فتلك الغارات قد سببت ضغطا ماديا ونفسيا شديدا على الفرس وكل من كان يواليهم ولذلك فقد قرر ياتجرد أن يحشد أكبر جيش ممكن لديهم ويوجهه نحو المسلمين حتى تكون الضربة حاسمة ولا يستطيع بعدها أن يتجرأوا عليهم من جديد وصمم أن تكون قيادة الجيوش هذه المرة من نصيب رستوم فارغ زاد القائد الأعلى للجيش بنفسه فلما جاء رستوم إليه استاء من ذلك القرار وحاول أن يقنع ياتجرد بإرسال أحد القادة القبار بدلا منه نظرا لأهميته ودوره الكبير في نصح الملك بنفسه في شؤون الدولة ولكن ياتجرد كان مصمما للغاية على إرساله هذه المرة مع كل ما يملكه من قوة نحو المسلمين ولم تنفع معه أي محاولات لإثنائه عن القرار فلم يجد رستوم مفرم من الذهاب وعسكر مع جيش الفرس في منطقة صابات وقد كان الجيش الفارسي ضخما بحق فقد بلغت المقدمة وحدها أربعين ألف مقاتل كان عليها الجالونوس أما الميمنة فكانت تبلغ ثلاثين ألف مقاتل عليها هرموزان أما الميصرة فكانت مثلها ثلاثين ألف مقاتل ويقودها مهران بن بهرام وكانت الساقة أو المؤخرة عشرين ألفا ويقودها بيرزان فكان إجمالي الجيش الفارسي مائة وعشرين ألفا بخلاف أعداد التابعين والخدم الذي يقال أنهم وصلوا إلى ثمانين ألف وكان نصف الجيش من الفرسان ونصفه الآخر من المشاة وبينما كان الجميع مقيما في المعسكر يتحضر للمسير نحو المسلمين تفاجأوا بقدوم وفد من المسلمين على رأسهم النعمان من مقرن وكانت نهياته الوصول إلى يتجد حاكم الفرس فاشتازوا المعسكر وعبروا دجلة حتى دخلوا الحي الملكي في كتسفون ووقفوا على باب القصر الحاكم واستأذنوا الدخول فتفاجأ الملك يتجد بشدة عندما سمع بخبر قدومهم واستدع فورا الوزراء حتى يشيروا عليه بما يفعل ويقول وعندما اجتمعوا معه أمر يتجد بالسماح لوفد المسلمين بالدخول عليهم فتقدم الرجال واحدا تلو الآخر حتى وقفوا جميعا أمام الملك فقال يتجد ما جاء بكم وما دعاكم إلى غزونا أاشترأتم علينا بسبب انشغالنا عنكم فقال النعمان إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأمرنا به ويعرفنا الشر وينهانا عنه ووعدنا على إجاباته خير الدنيا والآخرة فعرفنا جميعا فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق ثم أمرنا بأن نبدأ بمن يلينا من الأوبم فندعوهم إلى الحق فنحن ندعوكم إلى ديننا دين الحسن والجمال فإن دخلتم في ديننا فسنترك فيكم كتاب الله على أن تحكوه به ونرجع عنكم وشأنكم ببلادكم فإن أبيتم فعليكم بالجزية ونحن نمنعكم عن سائر الخلق وإلا قاتلناكم فقال ياتجرد إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عددا منكم فإن كان الجهد دعاكم فردنا لكم قوطا إلى خزبكم وأكرمناكم وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم فرفض المسلمون وأعادوا عليه ما قالوه إما الإسلام أو دفع الجزية أو القتال فاشتد غضب الملك ياتجرد وأحس بالإهانة أمام حاشيته وقال لهم لو لا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم لا شيء لكم عندي ثم التفت إلى حاشيته وقال ائتوني بوكر المنتراب احملوه على أشرف هؤلاء الرجال ثم سوقوه حتى يخرج من باب المدينة ثم التفت إلى الوفد وتوعاتهم قائلا وأنتم أيها الرجال ارجعوا إلى صاحبكم وأخبروه أني مرسل إليكم رستم حتى يقتلكم ويقتله في خضق القادسية وينكل به وبكم عن بعد ثم أورده بلادكم حتى أشغلهم في أنفسكم بأشد مما نالكم من صابور فمن هو أشرفكم فتقدم عصر بن عمر التميمي ليأخذ التراب وقد سره ذلك فقال أنا أشرف القوم أنا سيدهم فحملني إياه فتعجب يسجد وأمر حراسه بتحميل التراب على عنقه وبهذا التهديد انتهى اللقاء بين ياتجرد ووفد المسلمين وعادوا جميعا إلى القادسية وكان عاصم أول من دخل على سعد رضي الله عنه فلما وضع التراب في حجره تفائل سعد وقال أبشروا فقد أعطانا الله مقالية حكمهم ويبدو بأن الفرس قد شعروا بذلك أيضا فلما جاء رستم وسأل ياتجرد عما ضار بينه وبين المسلمين قال له ياتجرد لقد وجدت ألطل القوم أحمقهم فلما ذكروا الجزية أعطيتاه ترابا فحمله على رأسه وخرج به ولو شاء لتقى بغيره وأنا لا أعلم فقال له رستم بل هو أعقلهم وخرج رستم من القاعة وهو غاضب بعد أن تطير وتشائم بما حدث فقد اعتقدوا بأن أخذ ترابهم بمثابة نذير بأخذ الأرض منهم وعاد بعدها رستم إلى المعسكر وهو كاره للخروج ومقاطلة المسلمين وحاول من جديد أن يقنع الملك بخروج الجالينوس بدلا منه ولكن ياتجرد الثالث رفض طلبه وأمره بعدم التباطئ والتحرك فورا فلم يجد رستم مفرن سوى تنفيذ أوامر الملك وأمر الجالينوس بالتحرك فورا بمقدمة الجيش حتى يصل إلى الحيرة فتحرك الجالينوس في المقدمة وصار بالجيش حتى وصل النجف وأقام معسكره بها وكان رستم يسير من ورائه ببطء شديد وجنوده يسببون الفوضى والفساد ويعتدون على حرمة الأهالي في معظم المدن التي مروا بها فلما وصل أخينا إلى النجف جدد رستم تعبئته فكان هو بالنجف وهرمزان على ميمنته ومهران على مايسرته وبايرزان على المؤخرة وكان الجالينوس بين النجف والسلحين وبهم الجاذويه في المنتصف بينهم ومهران هذا كان هو قائد الحامية الفارسية في عين التمر خلال حملة خالد بن الوليد عليها سابقا والذي انسحب منها دون قتال بعد أن هزم خالد قائد العرب عقة أما الجالينوس قائد المقدمة فهو الذي كان بعثاه رستم مددا لجابان ونرسي قبل أن يهزمه أبو عبيد ويجعله يفر من المكان وبهم جاذويه كان هو القائد الوحيد الذي انتصر على المسلمين في موقعة الجسر وبعد أن اطمأن رستم للوضع تقدم من جديد حتى أخذ مكان به من جاذويه والذي حل مكان الجالونوس بعد أن تقدم هذا واستقر في مدينة طيزنباذ وحدث أن سعدم في هذه الأسناء قد أرسل طلاحة من خالد الأسدي وعمر بن معد يكرب في غارة استكشافية أملا أن يحضر له رجلا من معسكر الفرس لاستجوابه وكان هذا في اليوم الذي تحرك فيه الفرس نحو القادسية دون أن يأتي خبرهم للمسلمين فما أن عبرت السرية جسر القادسية حتى تفاجأت بخيول كثيرة من قوات الفرس قريبة منهم فرأى البعض أن يعودوا سريعا ويبلغوا سعد باقتراب الفرس منهم ولكن طلاحة صمم على أن يتقدم بنفسه وينفذ المهمة التي أسندت إليه وفارق القوم بالفعل وتقدم حتى ملغ معسكر رستم وتسلل إليه ليلا وظل يراقب الوضع حتى نمح فرسا لم يرى مثله قط فانقد عليه طلاحة سريعا وقطع لجامة وربطه بفرسي وانطلق يعد سريعا نحو المسلمين فلاحظه بعض رجال الحراسة وقرروا أن يتتبعوه فورا وبدأت المطاردة واستطاع أحد الرجال أن يلحق بطلاحة قرب الصباح وهم أن يسند له ضربة برمح ولكن طلاحة عدل وضع فرسي واتقت ضربة حتى أصبح الرجل أمامه فطعناه طلاحة برمح طعنة قسمت ظهره وانطلق بعدها سريعا يعد من المكان وتقرر الأمر بعد قليل بعد أن لحق به الفارس الثاني واستطاع طلاحة أن يقضي عليه بنفس الطريقة مجددا فلما لحق به الفارس الثالث وهم أن يقتله طلاحة بنفس الطريقة استسلم له الرجل سريعا فقيده طلاحة وأخذه أسيرا للمسلمين وهو فرحا بنجاح مهمته عندما عاد طلاحة لمعسكر المسلمين قام سعد باستجواب الأسير وعلم منه تعداد جيش الفرس وطريقة تعبئتهم للجيش فكانت هذه المعلومات بمثابة الكنز لقائد المسلمين ويقال بأن هذا الأسير قد أسلم وانضم الجيش المسلمين في القادسية فيما بعد على كل حال بعد هذه الأحداث الساخنة تقدم جيش الفرس من جديد ونزل الجالونس أخيرا تجاه جسر القادسية وأصبح أخيرا وشه الوشه مع مقدمة المسلمين لا يفصلهم عن بعض سوى النهر وتقدم بهم الجاذوي ونزل مكان جالونس القديم ومن ورائه رستوم فارغ زاد بوقية الجيش والذي ظل يتقدم حتى باتوا جميعا على شاطئ نهر العطاق وفي هذه الليلة جاء منجم رستوم وأخبره برؤية أن تفسيرها ليس في صالح الفرس فاستاء رستوم منه وأمره بعدم إخبار أي شخص عن رؤياه حتى لا تضعف الهمب فقد كان الفرس يتطيرون بشدة من الرؤى المشؤومة وانطلق بعدها رستوم على فرسه بمحاذاة النهر ليرى تعداد جيش المسلمين حتى وصل إلى الجسر ولاد على قائد المقدمة ليتحاور معه فتقدم له زهرة وضار بينهم حديثا طويلا لمح له رستوم فيه بالصلح حتى يتفادوا جميعا القتال فدعاه زهرة للإسلام على أن يتركوهم ويعودوا لبلادهم إن حدث ذلك فعاد رستوم إلى حاشيته وعرض الأمر عليهم ولكنهم هاجبوه جميعا ورفضوا الصلح فقرر رستوم أن يتحور من جديد مع المسلمين وأرسل رجل إلى زهرة قال له إن رستوم يقول لكم أرسلوا إلينا رجلا نكلمه ويكلمنا فما أن علم سعد بذلك حتى قرر بأن يرسل لهم رابعي بن عامر من أجل التفاوض فخرج رابعي وتوجه لاحو معسكر الفرس وما أن علم رستوم حتى أمر الجميع بالإصراف في التباهي أمام بعوث المسلمين فلبس أفخم الثياب ووضع له سرير ووسائد من الذهب فلما أقبل عليه رابعي قال له حرس رستوم دع سلاحك فقال لهم إني لم آتكم فأضع سلاحي بأمركم أنتم دعوتموني فإن أبيتم أنا آتيكم إلا كما أريد وإلا رجعت فقال لهم رستوم دعوه فما هو إلا رجل واحد فصار نحوه رابعي وهو يتوكأ على رمحه والذي كان يفسد البساط من تحته حتى اقترب من رستوم وغرز رمحه في البساط ثم جلس على الأرض فاختاض الفرس لما فعل وقال له رستوم ما جاء بكم فقال له رابعي لقد جاء بنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه وتركناه ومن أبى قاتلناه حتى يتحقق مععود الله فقال رستوم وما مععود الله فقال الجنة لمن مات على قتال من أبى والظفر لمن بقى فسكت رستوم قليلا ثم قال فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظر فقال نعم كم أحب إليكم أيوما أم يومين فقال رستوم لا بل نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا فقال ربعي لا إن مما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نمكن الأعداء من أذاننا وأن لا نؤجلهم عند اللقاء أكثر من ثلاث فنحن مترددون عنكم ثلاثا فانظروا في أمركم واختاروا واحدا من ثلاث إما الإسلام وإما الجزية فنقف عنك ونمنعك وقت الحاجة وإما الحرب في اليوم الرابع ولن نبدأ بالقتال قبل اليوم الرابع إلا إن بدأتم أنتم وأنا كفيل لك بذلك على أصحابي فقال رستوم أسيدهم أنت؟ قال لا ولكن المسلمين كالجسد بعضهم على بعض يجير أناهم على أعلاهم ثم انصرف ربعي تاركا ورائه الفرس وارتبكين بعد خروج ربعي من المكان بدأ الفرس يتشاورون في مدار بينهم وبينه واشتد غضب حاشية رستوم مما قاله الرجل المسلم فقرروا إرسال رسالة إلى قائد المسلمين حتى يأتي لهم به من جديد للتفاوض فقام سعد هذه المرة بإرسال حذيفة بن محسن أمير الأزد لهم بدلا من ربعي فأقبل عليهم حذيفة بنفس الثيابة البالية التي أتى به ربعي في اليوم الصابر وظل يتقدم بفرسه على المساط حتى وصل إلى رستوم فقال له رستوم انزل على الأرض فقال له لا أفعل فأمسك رستوم لسانه وقال له ما بالك وجئت بدلا من صاحبك فقال له إن أميرنا يحب أن يعدل بيننا في الشدة والرخاء فهذه نوبتي فقال له رستوم وما جاء بك قال له جئت أدعوكم إلى الإسلام أو دفع الجزية أو القتال فقال له رستوم أو الموادعة إلى يوم ما فقال له حذيفة نعم ثلاث أيام من الأمس ثم استدار حذيفة بفرسه وعاد من جديد إلى معسكر المسلمين حاول الفرس في اليوم الثالث أن يتفاوضوا مع رجلا جديد من المسلمين فأرسل لهم سعد هذه المرة المغيرة من شعبة فجرى بينهما حوارا طويلا انتهى بغضب شديد من رستوم وتوعد المسلمين قائلا لا يرتفع لكم الصبح غدا حتى أفرغ منكم وأقتلكم أجمعين لا صرح بيننا وبينكم وبعد هذه النهاية العنيفة للقاء خير رستوم المسلمين وقال لهم أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم فقالوا بل عبروا إلينا فبدأت جموع الفرس تتجه نحو جسر القادسية ليعبروه ولكن سعدا كان قد اعتزم أن يحتفظ للمسلمين بالسيطرة على الجسر ولم يرغب لأن يعطي للفرس فرسة للسيطرة عليه فهو منفذ هام يستطيع منه الفرس أن ينسحبوا إذا ضارت الدائرة عليهم ويتجمعوا من جديد له في معركة أخرى فقال لهم سعد لا هذا شيء قد غلبناكم عليه فلن نرده عليكم تكلفوا معبرا آخرا غيره فبدأ الفرس يردمون نهر العطيق بالزرع والطراب والقصب وبالأمتاع طوال الليلة حتى الصباح فجعلوه طريقا واسعا منبسطا لهم وانتهوا من ذلك في نهار اليوم التالي وبدأت عملية العبور في اليوم الثالث عشر من شعبان من العام الخامس عشر هجيا بدأ الفرس في عملية عبور النهر فرقة طلوة أخرى وكلما عبرت فرقة اتخذت مواقعها واستفت أمام المسلمين ونصب لرسطوم سرير أمام نهر العطيق حتى يشرف على عملية العبور وكانت راية فارس الشهيرة درفش الكابيا تستقر بجواره ونظرا لضيق المكان فقد وضع رسطوم فرقته في المنتصف وجعل المقدمة التي كان يقودها الجالونس بينه وبين هرمزان في الميمنة ووضع قوات الطلائع التي يقودها بهايرزان بينه وبين قوات مهران في الميسرة وحتى لا تلتف خيول المسلمين من ورائهم قرر بأن يضع خيلا من وراء الجس حيث كانت تستقر خيول المسلمين أمامه ووزع رسطوم الأفيال البالغ عددها 33 فيل على الجيش فوضع 18 فيلا في المنتصف مع جيشه ووضع 8 أفيال في الميمنة و7 أفيال في الميسرة تكن شكل الجيش كالآتي هرمزان في الميمنة يقود 14 ألف فارسا ومن ورائه 7 أفيال وورائهم 14 ألف جندي من المشاه وعلى يساره الجالونوس يقود 12 ألف فارسا ومن ورائه 6 أفيال و12 ألف جندي من المشاه في الخلف وبهما جاه ذويه في المنتصف يقود 10 ألف فارسا وورائه 5 أفيال و10 ألف جندي في الخلف وعلى يساره بيروزان يقود 12 ألف فارسا ومن خلفه 6 أفيال و12 ألف جندي في الخلف وأخيرا مهران على الميسرة يقود 12 ألف فارسا و6 أفيال ومن خلفهم 12 ألف جندي من المشاه فبلغت عدد الجيش في ذلك اليوم 120 ألف دون احتساب الخدم والعمال و30 في المقاتل دون حساب الأفيال الثلاثة الخاصة بالملك والتي كانت لا تقاتل أما جيش المسلمين فقد بلغ عدده في يوم القادسية بضع و30 ألف مقاتل وقد ضم الآتي من أولاد قحطان 13 ألف وربعمائة مقاتل أغلبهم من قبائل خفعم وبجيلة والأزد وكندة ومتحج وقضاعة ومن أولاد عدنان 19 ألف وربعمائة مقاتل أغلبهم من بني عبدقايس وبني عجل وبني شايبان وبني تميم والرباب وهوازن وغطفان وبني أسد وكنانا وقد وضع سعد المقدمة بقيادة زهر التميمي والمؤخرة بقيادة عاصم بن عمر التميمي بينما إمانة عبدالله بن المعتم وميصرة شرحبيل بن الصمت ووكل المبارزة إلى صاحب الطلاع سواد بن مالك نظرا لأن سعدا في هذا اليوم كان يعاني من مرض عرق النسى فلم يستطع أن يركب الفرص أو يتحرك من مكانه دون أن يشعر بألم شديد وكان لابد عليه من الاستلقاء في مكانه فاعتلى قصر القادسية حتى يشرف على المعركة وأوكل مهمة قيادة الجيش إلى نائبه خالد بن عرفته فلم يلقى هذا الأمر قبولا عند البعض وبدأوا في إثارة المشاكل بينما كان القتال على وشك بأن يحدث فغضب سعد غضبا شديدا من هذا الأمر وأمر بحبس المشاغبين في القصر وكان ممن تم حبسه أبو محجن الثقافي وكتب سعد بعد ذلك إلى حمال الرايات وقال إني قد استخلفت فيكم خالد بن عرفته وليس يمنعني أن أكون في مكانه إلا وجعي ومرضي فاسمعوا له وأطيعوا فإنه إنما يأمركم بأمري ويعملوا برأيي فسكن الناس ولزموا الطاعة بعد ذلك الأمر وبعدها بدأ كل أمير يخطف في أصحابه ويشجاهم على الصبر والطاعة وأرسل سعد الأوامر إلى جيشه قائلا إلزموا أماكنكم ولا تتحركوا قبل أن تصلوا الظهر فإذا صليتم فإني مكبر تكبيره فكبروا واستعدوا فإذا قبرتوا الثانية فكبروا وتهيأوا بعدتكم فإذا قبرتوا الثالثة فكبروا ولينشت فرسانكم الناس فإذا قبرتوا الرابعة فاحملوا على عدوكم وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فلما انتهى المسلمون من صلاة الظهر قرأ غلام سعد صورة الأنفال على أقرب الكتائب إليه وبدأت كل كتيبة ترددها فتحركت كلوب المسلمين ونزلت السكين عليهم ولما انتهى الكراء من تلاوة الصورة قبر سعد من فوق القصة التكبير الأولى فقبر المسلمون وتحركوا في حماس فقبر سعد التكبير الثانية فبدأت الصفوف تتحرك ووقف المسلمون في وضع الاستعداد ثم قبر سعد التكبير الثالثة فخرج بعض من فرسان المسلمين وانطلقوا نحو عدوهم يطلبون المبارزة فخرج لهم فرسان الفرس واحدا تلو الآخر وتبادلوا الضربات والطعالات وكان أول من خرج من فرسان المسلمين هو ربيع بن عثمان بن ربيعا وقد التحمى فيه نزال عنيف مع أحد أشداء الفرس والذي استمر مدة طويلة حتى استطاع أخيرا ربيعا أن يقتله ويعود منتصرا إلى صفوف جيش المسلمين ونجح بعده طالب بن عبد الله في أسر هرموز أحد ملوك منطقة الباب واستطاع أن يأخذ تجاه الشهير من فوق رأسه فاشتد غيظ أحد مقاتلين الفرس وخرج من بين الصفوف على فرس وأخذ ينادي من يبارزني ورمى هذا الرجل سهما من قوسه فجاء في درع عمر من معد يكرب بينما كان يخطف في قومه ويثير حماسته فالتفت له عمر ثم انطلق سريعا نحوه وما أن وصل لهذا الرجل انقض عليه بشجاعات غريبة ولدهشة الجميع استطاع عمر أن ينتزع الرجل من حزامه وسحبه من على فرسه وعاد به إلى صفوف المسلمين لما وصل عندهم قام بإلقاء الرجل على الأرض ثم قطع رأسه بضربة سيف واحدة وألقاها نحو الفرس ثم التفت المسلمين وقال لهم هكذا فاصنعوا بهم فقالوا له باندهاش شديد ويحك يا أبا ثور ومن يستطيع أن يصنع كما تصنع وبعد هذه الأحداث خرج عاصم بن عمر التميمي للمبارزة وقتال من تقدم له ولكن يبدو بأن ما فعله عمر بن معد يكرب قد أثار الرعب في قلوب رجال فما أن رأى هذا الرجل عاصم يتقدم نحوه حتى تخلى عن فرسه وهرب سريعا وسط صفوف جيش الفرس فاستاق عاصم الفرس وعاد نحو جيش المسلمين والذي أخذ يكبر في حماس شديد انتهت المبارزة بين أبطال الجيشين وحل الهدوء الحذر بدلا من أصوات السيوف وظل الجميع في مكانه منتظرا إشارة القتال وفي خلال تلك الفترة قرج فجأة أحد الرجال من جيش المسلمين والذي كان يبدو عليه أثار الخوف الشديد من تعداد الجيش الفارسي وقرر بأن يرتد والتحق سريعا بصفو جيش الفارس فوجدوا فيه كنزا ثمينا واجب استغلاله وسألوه عن أي الجهات في جيش المسلمين التي يجب تركيز هجومهم عليها فقال لهم هذا الخائن خبيرة بجيلة إن بأس المسلمين في الجانب الذي به بجيلة فقرر الرسطب أن يبدأ هجومه من تلك الجهة وأرسل كل جناحهم الأيمن بقيادة هرموزان والجالونس بما تحتوي من 13 فيل نحوهم وهكذا بدأ اليوم الأول للقتال تقدم الجانب الأيمن للجيش الفارسي سريعا نحو الجانب الأيصر للمسلمين وقاموا بإلقاء حسك الحديد على الأرض ناحية الجيش الإسلامي فلما تقدم فرسان المسلمين لهم في ذلك الجانب جرحت أرجل الخيول وبدأت تخرج عن النظام وفي هذه اللحظة أطلق الفرس سهمهم بغزارة تجاه فرسان المسلمين فازدهدت الفوضى وعين الفرسان في السيطرة على الخيول وحتى تكتمل الضربة الكبرى تقدمت أفيال الفرس وهي تصيح بأصواتها العالية تجاه المسلمين ففزعت خيول المسلمين وخرجت عن السيطرة تماما فأصبحت مشات بجيلة وكندة وكلما كان في ذلك الجانب مكشوفة تماما أمام أفيال الفرس دون حماية من الفرسان فانقضت عليهم أفيال الفرس وبدأت تنكل بهم وتلحق بهم خسائر جسيمة وكادت بجيلة أن تفنى وكل ذلك كان يدور بينما كان سعد يراقب المواقف من القصر وهو يختاط بشدة لعدم قدراته على المشاركة فأرسل إلى قبيل بني أسد وهم ثلاثة ألاف على ميمانة بجيلة وأمرهم أن يرفعوا الضغط عنها قبل أن تفتح فانطلقت لاحة بن خوالد الأسدي والذي كان أسلا وحسن إسلامه بعد أن كان أول المرتدين الذين حربوا بخالد بن الوليد خلال حروب الردة وصح في قومه قائلا يا بني أسد أقدموا عليهم إقدام اليوث فإنما سميتم أسدا لتفعله فعله فكروا ولا تفروا وشدوا عليهم بإسم الله فخرجت فرقة من مشان بني أسد في ميصارة قلب المسلمين وانطلقت سريعا نحو بديلة ومن معها وهجموا بكل ججاع على أفئل الفرصة الضخمة وبدأوا في رفع الضغط عن ميصارة المسلمين وفي نفس الوقت خرجت فرقة من فرسان بني أسد وانضمت سريعا لفرسان الميصارة لمساعدتهم أمام هجوم فرسان الفرس واستفسل بني أسد في قتالهم استبسالا رائعا وتمكن طلاحة من قتل أحد قادة الفرس القبار ووصل إلى الجانونس وضرباه ضربة قوية بسيفه قسمت خوزاته ولكنها لم تصل إلى رأسه فكانت بطولة بني أسد في هذا اليوم مطار إعجاب المسلمين فطارت حمية الأشعة بن قيس زعيم قبيلة كيندا وهو يرى هذه الشجاعة وخرج ينادي على قامه ويقول يا معشر كيندا لله ضر بني أسد أي فري يفرون وأي هجوم يهجمون إنهم لا يقتلون ويقاتلون وأنتم جثاء على الرقب تنظرون فغلط الدماء في عروق رجال كيندا وصاحوا قائلين نحن أحسن الناس موقفا فمن أين خذلنا قومنا العرب نحن ها هنا معك وانطلقوا جميعا نحو الفرس وتحول موقف القبيلة من الدفاع إلى الهجوم وضغطوا على عدوهم والذي بدأ في التراجع نتيجة لتضافر جهود القبائل العربية معا ونظرا لضيق المكان لم يستطع الفرس انتهاز تفوقهم العددي حيث كانوا متكدسين بنفس امتداد عرض جيش المسلمين ولكن في صفوف أطول فاندهش الفرس من تحول الموقف سريعا عليهم وأمره بهم الجاذوي أن ينطلق بفرسانه ويهاجم قبيلة بني أسد التي أنقذت الموقف وأمر الجاللوس أن يركز فيه هجومه عليهم كذلك وفعلا انطلقت خيول الفرس ولفذت هجوما ضاريا على قبائل بني أسد ومجيلة وكيندا والتي بدأت روح الحرب تفهر عليهم وبدأ الجميع في التراجع وعندئذ أمر رسطن بقية الجيش الفارسي للهجوم الكامل على المسلمين حتى هذه اللحظة كان بقية الجيش الإسلامي ثابتا في مكانه ينتظر تكبيرة سعد الرابعة فلما رأى سعد صفوف الفرس تتقدم من جميع الجهات قبرت تكبيرة الرابعة فزحفت صفوف المسلمين لصد هذا الهجوم الشرس عليهم تقدمت الأفيال في القلب والجانب الأيصى من جيش الفرس وبدأت في إثارة فزع خيول المسلمين في تلك الجهات والتي كانت توحيدة عن طريقها واشتد هجوم الفرس على المسلمين من كل جهة وتعجب سعد بن أبي وقاص من سلاح الأفيال القوي وعلمه بأن مفتاح الانتصار سيكون في السيطرة عليهم فأرسل إلى عاصم بن عمر التميمي رسولا يقول له يا معشر بني تميم ألستم أصحاب الإبل والخيل هما عندكم حيلة لهذه الفيلة فاستجاب له عاصم في الحال وجمع أفضل الرماء من بني تميم وأخفهم حركة ووضع لهم خطة الهجوم على الفيلة وقد كان هدفه أن يهاجم الرماء منهم الرجال فوق الأفيال حتى يشغلوهم على أن يلتف المقاتلين سريع الحركة وراء الأفيال فيقطعوا الحبال التي تربط توابيت الرجال فوقها ويقطعوا معها ضيول الأفيال حتى تصار وتهرم من أرض القتال وبالفعل طلق الرجال سريعا نحو الأفيال التي تهاجم بني أسد وأمطر الرماء الرجال فوق الأفيال بالسهام وانشغلوا جميعا معا وفي هذه الأثناء تمكن بعض الرجال من الالتفاف حول الأفيال وقطعوا ذيولها والحبال التي تربط الرجال فوق ظهورها فارتفع عواء الأفيال وسقطت توابيت الرجال على الأرض فانقض عليهم رجال المسلمين وقتلوهم في الحال وسط صحيحات التكبير وحدث ذلك في معظم التوابيت الثلاثة عشر فخفت ضغط عن بني أسد وبدأت بني تميم في رد هجوم الفرصة عنها ووصل المسلمون الآن إلى مرحلة لم يحلموا بالوصول إليها بعد البداية الصعبة للمعركة خاصة بعد هروب الأفيال من القتال واستمر القتال عنيفا وتجالا بين الطرفين حتى هروب الشمس وبداية الليل فتوقف القتال في هذا اليوم وعاد المسلمون والفرصة لمواقعهم وقد كتل من بني أسد في هذا اليوم 500 شخص إلى 3000 بعد أن امتصوا وجوم الأفيال الشرس في بداية القتال في اليوم التالي والذي وافق اليوم الرابع عشر من شهر شعبان في السنة الخمسة عشر هجريا أصبح الجميع وهم على نفس التعبئة ولكن لم يبدأ القتال فورا فقد وكل سعد رجالا بحمل شهداء المسلمين ونقل أجسادهم من ميدان المعركة ودفنهم في مقابر أعدت له بينما ظلت جوسس قتل الفرس في مكانها كما اعتادوا أن يفعلوا واستمرت تلك العملية وخيم الحزن على المكان حتى بدأت تسمع حوافر الخيول الآتية نحوه ففي خلال الفترة التي سبقت الاشتباك كانت رسالة قد وردت إلى سعد بن أبي وقاص من أبي عمايد بن الجراح قائد جيوش الشام تمشره فيها بانتصار المسلمين المدوي على الروم في معركة اليارموك وتخبره بأن الجيش الذي غادر العراق مع خلد بن الوليد في طريقه للعودة والانضمام له في قتالهم ضد الفرس وكانت اعداد هذا الجيش يبلغ ستة ألاف مقاتل تحت قيادة هاشم بن عضب بن أبي وقاص وقد كان القعقاع بن عمر يتقدم ذلك الجيش مع فرقاته المكونة من ألف مقاتل وكان أول الواصلين لأرض القتال فبلغ القادسية في بداية اليوم الثاني للقتال فلما اقترب من المكان أراد بأن يلجأ للحيلة حتى يلقي الرعب في كلوب أعداء المسلمين فقام بتقسيم الألف مقاتل إلى عشرة فرق صغيرة يبلغ كلا منها مائة مقاتل وأرسلهم تباعا إلى أرض القتال حتى يعتقد الفرس بأن المدد لا يتوقف فما أن كانت الفرق الأولى تسير وتصبح على مرمى البصر حتى يرسل الفرق الثانية وهكذا ووصل هو مع الفرق الأولى لصفوف جيش المسلمين وبدأ يحمس الجنود ويقول أيها الناس إني قد جئتكم في قوم والله إن لو كانوا بمكانكم لحسدوكم حذواتها وحاولوا أن يطيروا بها دونكم أيها الناس اصنعوا كما أصنع فارتفعت الروحة المعلوية للرجال نظرا للقيمة الكبيرة التي كان يتمتع بها القعقاع في ذلك الوقت وبالفعل ما أن انتهى القعقاع من كلامه حتى أخذ فرسه وانطلق بين الجيشين وينادي قائلا من يبارزني فخرج به من جاذويه بنفسه من سفوف الفرس تلبية لنداء القعقاع والذي لم يكن يعرفه فقال له القعقاع ومن أنت؟ فقال له أنا به من جاذويه ففارت دم في عروق القعقاع وكأنما وجد فريسته التي يبحث عنها فصاح قائلا إذن حان وقت الثقر لأبي عبيد وصليت وأصحاب الجسر فقد كان به من هو القائد الفارسي الوحيد الذي استطاع الانتصار على المسلمين في معركة الجسر وتسبب في استشهاد هؤلاء الرجال فبدأت المبارزة بالسيوف على الفور وكان القعقاع يقاتل بكل شراسة حتى تمكن من قتل هورموس في آخر الأمر فسقط هورموس وكان أول قتلى في هذا اليوم فصاح القعقاع وقبر وقبر معه المسلمون ثم ناد مجددا وقال من يبارزني؟ فأرسل له رستم هذه المرة بايروزان قائد مؤخرة الجيش الفارسي وقائد آخر يدعى بندوان فخرج مع القعقاع رجل يدعى الحارف ابن زبيان من قبيلة الرماب وتصدى له وبدأت المبارزة بينهم ولكنها لم تستمر طويلا فقد ضرب القعقاع دوا بايروزان ضربة قوية وطارت رأسه في الحال وكذلك فعل صاحبه بندوان فقبر المسلمون وتعالت أصواتهم ونزل الرعب في قلوب الأعداء فقد تمكن القعقاع والذي لم يسترح من عداء الصفر من قتل اثنين من قادة الجيش الفارسي القبار في الحال وبعد ذلك رمى القعقاع عينه ولاحظ أن فرقاه العشرة ما زالت تتوافد على أرض القتال فأخذ يكبر ويصيح بصوته الجهوري حتى يثير المزيد من الرعب في قلوب الفرس وخرج الرجال من جيش المسلمين وانضموا له وبدأوا في عمليات القر والفر على فرسان الفرس وأسقطوا العديد منهم بالفعل ويقال بأن القعقاع وحده تمكن من قطل ثلاثين فارسا في هذا اليوم واستمرت المبارزات وعمليات القر والفر بين الجيشين حتى انتصف النهار تقريبا وعلم الجميع بأن وقت الاشتباق قطحان ولكن في هذا اليوم لم تكن هناك أفيال للفرس فقد انشغل الرجال في إصلاح التوابيت التي تحمل الرجال فوقها والتي أسقطها المسلمون في اليوم السابق ففقد الفرس سلاحا فعالا في ذلك اليوم وعلم القعقاع بما أثارته تلك الفيلة من رعب وفوضى في خيول المسلمين في اليوم السابق ولذلك فقد قرر بأن يرد الحيلة لهم ويرهب خيولهم وتوجه فورا إلى قبيلاته من المشاه وقسمهم عشرات وجعل كل عشرة مسؤولة عن مجموعة من الإبل وقاموا بإلباس تلك الإبل البراكع حتى يصبح منظرها مخيفا وحماها بمجموعة من الخيل فماء انطلقت إشارة القتال حتى اندفع الطرفان تجاه بعضهم البعض ولكن عندما اقتربت خيول الفرس من المكان ارتعبت من منظر إبل المسلمين وبدأت في الإحجام عن الهجوم وتسببت في فوضى هائلة انتهز المسلمون تلك الفرسة وكانوا هم من بدأوا بالهجوم الشرس في ذلك اليوم التحم الجميع وكان القتال عنيفا للغاية وازداد ضغط المسلمون على قلب الفرس والذي أصبح مكشوفا تماما بعد فرار الفرسان منه وكادوا أن يصلوا لرسطم القائد العام للجيش لو لا عودت فرسان الفرس بعد أن استعادوا السيطرة على خيولهم ولكن بعد سقوط عدد كبير من مشاتهم أمام هجمات المسلمين واستمر القتال طويلا في هذا اليوم وامتد إلى الليل وبدأ رجال يولادون بعضهم البعض باسم القبيلة حتى لا تختلط صفوف ووصلت أصوات القتال إلى أبي محجن الثقفي والذي كان ما زال مقيدا في القصر وعقابا له على اعتراضه على تعييد خالد بن عرفة كنائب للجيش خفار الدم في عروقه وأراد المشاركة بأي شكل واستطاع لأن يفك قيده بمساعدة امرأة سعر بعد أن وعدها أن يعود للقيد مجددا بعد انتهاء القتال وبالفعل انطلق أبو محجن الثقفي وصال وجان بين صفوف المسلمين وأخذ يسدد الضرمات بيمينه ويصاري لكل من يقابله وتفاجأ سعر في قصره وقال والله لو لم أحبس أبي محجن لقولت أنه هو هذا الفارس واستمر القتال لمدة 12 ساعة كاملة حتى انتصف الليل وبدأ الطرفان في التراجع من جديد نحو معسكرهم فأسرع أبو محجن عائدا حتى وصل القصر وقيد أرجله من جديد وهو ينشد سعيدا قائلا لقد علم الثقيف غير فخر بأننا نحن أكرمهم سيوفة وليلة قادس لم يشعر به ولم أشعر بمخرج الزحوفة فإن أحبس فذلك بلائي وإن أترك أذيقهم الحتوفة وبذلك المشهد انتهى اليوم الثاني للقتال في صباح اليوم الثالث للقتال علم سعد وخبر مشاركة أبي محجن في القتال بمساعدة من زوجته فلم يستطع أن يخفي أعجابه بما صنع وأمر فورا بإخلاء سبيله حتى يشارك مع المسلمين فانضم أبو محجن بالفعل لصفوف المسلمين والذين اصطفوا مثل اليوم السابق أمام أعدائهم وقد بدأ المسلمون يومهم بجمع شهدائهم في اليوم الثاني والذين بلغوا ألفين مقاتل بينما ترك الفرس قتلاهم في أرض المعركة بين الفريقين دون أن ينقلوهم وقد شهد هذا اليوم أيضا رجوع الأفيال من جديد بعد أن غابت عن القتال في اليوم الثاني فقد أصلح الفرس الحبال التي تربط التوابيت أعلاها ودفعوا بها للقتال من جديد وحتى لا يتقرر ما حدث في اليوم الأول للقتال قرر الرسطم بأن يجعل حول كل فيل مجموعة من المشاه لحمايته من الهجوم عليه وجعل حول هؤلاء المشاه مجموعة من الفرسان لحمايتهم ورغم أن ذلك التشكيل كان يحجب من هجوم الفيلة إلا أنه رفع من درجة حمايتها بشكل كبير أما على الجانب الآخر فقد كان للمسلمين بعض الحيل أيضا في ذلك اليوم ففي الليلة السابقة قرر القعقاع أن يسرب فرقته من ميدان القتال في جماعات صغيرة دون أن يشعر بهم أحدا من المسلمين وأمرهم أن يتوافدوا في الصباح على أرض القتال مئة وراء مئة حتى يظن العدو أن الإمدادات لازالت تتوافد عن المسلمين فتضعف همته ويفرح المسلمون لقدوم المدد فيشتد أزرهم وبالفعل ما أن أشقت الشمس حتى وصل الجزء الأول من فرقة القعقاع لميدان القتال فقام القعقاع وقبر بصوته الجهوري وأثار حماسة المسلمين وبدأ أفراد الفرقة يتوافدون وراء بعضهم البعض كما أمرهم القعقاع وكان عاصم بن عمر التميمي قد فعل مثل القعقاع وأمر رجاله بأن يتسربوا ليلا ويتوافدوا من الجريف في الصباح عليهم وظلت الوفود تتوالى حتى وصل أخيرا بقية الجيش القادم من الشام تحت قيادة هاشم بن أبي وقاص ففعل هاشم مثلما فعل قعقاع وعاصم وأمر رجاله بالتتابع على هيئة فرق كل فرقة منها تضم سبعين مقاتل فكان المنظر مهيبا وانتشر صحيحات المسلمين في ميدان القتال وتحمسوا جميعا وبدأوا في الفعل في الاشتباك مع عدوهم فما هي إلا لحظات بعد وصول هاشم إلى أرض القتال حتى كان المسلمون ينطلقون سريعا نحو جيش الفرس اشتبك الطرفين في نزال عنيف للغاية في بداية القتال فالفرس قد وجهوا أفيا لهم نحو كتائب المسلمين لتفرقة صفوفهم وبالفعل ألحقت الأفيا خسائر كبيرة في صفوف المسلمين فبدأ المسلمون في التراجع من جديد جراء ذلك الهجوم الشرس وكان سعد يراكم الوضع من القصر فلنبراء اشتداد الأمر على المسلمين نهد على بعض الفرس الذين قد أسلموا وانضموا لصفوف المسلمين وسألهم عن نقاط الضعف في تلك الأفيان فأجابوه قائلين بأنه يجب عليهم تزديد الضربات لعيون ومشافر أو خرطوم الفيلة فبعدها يهتاج الفيل ويصبح لا فائدة له وقد وضع رستم أكبر الأفيان في القلب فكان أحدهما أبيض اللون وكان أمام بني تمين والآخر كان أجرب وكان أمام بني أسن وكانت جميع الأفيان الأخرى تتبع هذين الفيلين فأرسل سعد إلى عاصم والقعقاء بن عمر وقال لهم اكفيان الفيلة الأبيض ثم أرسل إلى الربيل وحمال بن مالك من قبيل بني أسد وقال لهم اكفيان الفيلة الأجرب فانطلق رجال المسلمين مع كتيبة من الخيل والمشاه واشتبك بالفعل فرسان المسلمين مع حماية الفيلة الأبيض حتى أصبح بلا حماية فانطلق نحوه عاصم والقعقاء بن عمر في شجاعة نادلة ووضعوا رمحهما في وقت واحد في عينيه فالشد صياح الفيلة الأبيض وجلس على الأرض وتدلى خرطومه فاستل القعقاء سيفه وضرب خرطومه ضربة قوية وقطعه في الحال فازداد هياج الفيلة الأبيض وقام برمي ركابه من على ظهري فتناولتهم سيوف كتيبة القعقاء وعاصر في الحال وفي نفس الوقت كان حمال والرمال بن عمر يهجمون من كتيباتهم على الفيلة الأجرب وتقرر الأمر أيضا فقد قام حمال بتزديد رمحه في عين الفيل والذي هيج من الألم وترنحه حتى جلس على الأرض فقام الربيل بتزديد ضربة قوية بسيفه قطعت خرطومه فقام الفيل الأجرب من المكان وبدأ يجري في هياج مرعب ويدعس كل من كان خلفه من الفرس وأثار سياحه انتباه الأفيال الأخرى فالتفتت إليه ووجدته يقفز في النهر فبدأت الأفيال تفعل مثله واخترقت صفوف الفرس ودهست الكثير منهم وقامت بعبور النهر ورائه وبذلك خلت أخيرا أرض المعركة من أفيال الفرس فتحمس المسلمون وأعادوا الهجوم من جديد على الفرس وبدأوا يكتسبوا أرضا من جديد من عدوهم وأصبح القتال أعلى من ذي قبل حيث كان كل طرف يستميد في القتال لإثبات تفوقه وعلى عكس الأيام السابقة استمر القتال في الليل برغم الظلام ولم يتوقف الطرفان اتضارا للضوء الصباح ولم تفلح حيلة القعقاع هذه المرة باستخدام الجمال المبرقعة في إخافة خيول الفرس وظل الوضع على ما هو عليه استمر القتال شديدا حتى تمكن طلاحة بن خوالد الأزدي من اختراق صغرة في مستنقع النهر ووصل إلى رضم النهر الذي كان وراء جيش الفرس وصاحب صوته الجهوري قبل أن يختفي في الظلام فتفاجأ الفرس بشدة من وصول المسلمين لدهورهم وتراجعوا للبحث عنه وراء المسلمون أن يتراجعوا أيضا من أجل إعادة ترتيب الصفوف فكان حادث طلاحة هذا الذي أدى إلى تحاجز الطرفين سببا في المهلة لتجديد التعبئة جدد المسلمون تعبئتهم خلال الليل واستمروا على نفس الهيئة فكان الصف الأول للرماه والصفوف الثانية للفرسان والصفوف الثالثة لحملة السيوف والرماح وقد حاول بعض فرسان المسلمين أن يخرجوا للمبارزة من أجل استئناف القتال ولكن الفرس ظلوا ثابتين في أماكنهم فقد أدرك رستم مما ظهر في الأيام السابقة أن مستوى المسلمين القتالي أفضل منهم ولذلك أمر الجميع مع عدم الخروج للمبارزة وقام أيضا بتجديد التعبئة بشكل مخالف للأيام السابقة فقد قدم الفرسان في القلب في 13 صفا على أن يتأخروا قليلا على الأجنحة ليكونوا مثل شكل الأذن على الجانبين ووضع جميع صفوف المشا خلفهم وقد حاول فرسان المسلمين استفزازهم ولكنهم لم يتحركوا فظل الفريقان في مكانهما في انتظار شارة القادة للتحرك ويبدو بأن القعقاء الدعم قد غلبت عليه الحماسة واندفع سريعا للقطال نحو أحد صفوف الفرس دون انتظاره لإشارة سعد بالتحرك فقال سعد عندما شاهده اللهم اخفرها له وانصره وتميماه سائر الليلة ثم قبر سعد التجبيل الأولى لتهياء صفوف المسلمين وهي ترى اشتداد الأمر على القعقاء ومن معه فاستبطأ الناس تجبيلات سعد وأرادوا الانفاع سريعا فلما قبر التجبيل الثانية لم يستطع عاصم النعمر أن يتمالك نفسه واندفع نحو القعقاء لمساعدته وكذلك فعلت قبيلة بني أسد فلما رأهم سعد قال اللهم اغفرها له منصرهم وأسداها الليلة وكذلك فعلت قبيلة النخل ومن بعدها بجيلة وكنبة فدع لهم سعد بالمغفرة والنصر ثم قبرت تجبيل الثالثة أخيرا فاندفعت بقية صفوف المسلمين واختلطوا مع عدائهم في بضعة لحظات احددم القتال بين المسلمين والفرس في هذه الليلة وتجالد الطرفان دون أن ينطقوا فلم تسمع سوى أصوات السيوف فقط في مدان القتال فقد كان التعب شديدا والإرهاق ينتشر بين الجميع وصبر المسلمون وبات سعد بليلة لم يبد بمثلها قط وانقطعت عنه وعند رستم أخبار الفريقين وسط الظلامة الشديد فانكب سعد علوته يضع طوال الليلة للمسلمين وسط كل تلك الأجواء المتوترة واصبر الحال على ما هو عليه حتى جاء الصباح وما زالت تلك الملحمة دائرة بين الطرفين وكل فريق صابر على مبتلاه فلم يغمض لأحد جفنا وكان القطال مستمرا منذ صباح اليوم الصابق ولم يتوقف سوى لمرهى قصيرة خلال الليل ومع ذلك فقد وضح بأن القتال قد اقترب من نهايته وأن الغلبة ستكون لمن صبر واحتمل ويبدو بأن القعقاع قد أدرك ذلك فصار بين المسلمين يشد من أزرهم ويثير حماستهم ويقول إن الهزيمة بعد ساعة لمن بدأ التخاضل فازبروا ساعة واحملوا عليهم فإن النصر مع الصبر فآثروا الصبر على الجزع وأراد بعد أن انتهى من كلامه أن يفعل شيئا يثير من حماسة المسلمين فجمع رؤساء القبائل وتشكلوا على هيئة رأس الحرب وانطلقوا جميعا نحو هدف واحد ألا وهو خيمة رستوم قائد الفرس وبالفعل ما هي إلا لحظات حتى تمكنوا من اختراق قلب الفرس والتحموا مع حماية رستوم الذين وقفوا حوله فرأت القبائل ما فعله القعقاع ورجاله وأرادوا توسيع الصغرى التي أحدثوها في قلب جيش الفرس فقام الأشعث من قيس وعمر بن معد يكلم وغيرهم وصاحوا في الناس قائلين لا يكونن هؤلاء وكانوا يقصدون قبيل التميم أجد في الأمر منكم ولا يكونن هؤلاء الفرس أجرأ على الموت منكم وانطلقوا جميعا مع رجالهم ينغطون على جبهات الفرس العديدة فاستمر القتال وبدأ صفوف الفرس طبعت مع الوقت وبدأ قطاع هرموزان يتراجع أمام ضغط قبائل اليمن من بني كحطان وكذلك تراجع قطاع بيروزان أمام ضغط بني بكر بن يوائل وظلوا في تراجعهم حتى وصلوا لحافة نهر العطيق واضطروا للثبات ثباتا اضطراريا فبدأت الفوضى تعم وصل صفوف جيش الفرس وفي وسط هذه الأجواء اشتدت الرياح واقتلعت خيمة رستوم وأطاحت بها في نهر العطيق فقام رستوم من على سريره ووقف بجانب بغال بجانبه ليستضل بظلها وبما تحمله وبعد بضعة لحظات تمكن القعقاع وبقية أبطال المسلمين من الوصول إلى حيث كان يتواجد سرير رستوم واقترب هلال من علف التيمي من البغال التي كان يستضل بها رستوم فضرب الحبال التي عليها حتى يأخذ ما عليها من أحمال دون أن يشعر برستوم فوقعت نصف تلك الأحمال على ظهر رستوم وأصابت ظهره إصابة بالغة فصاح رستوم وهرول سريعا نحو العطيق بما جاء بحياته وهنا لاحظ هلال أثناء فراره وعرفه فتوجه إليه يريد رأسه فرماه رستوم بنشابة أصابت قدمه وعطلته ولجح رستوم بالفعل في الوصول لنهر العطيق وبدأ يتخفف من دروعه حتى يزبح سريعا ويعبر للجهة الأخرى ولكن في هذه اللحظة وصل له هلال من عرفة تيمين وسحبه من قدميه حتى وصل به إلى البر وقبل أن يستطيع رستوم أن ينطق بكلمة سدد له هلال ضرب حاسيمة على جبينه فلقت همته وقتلته في الحال فسقط رستوم قائد الفرس في تلك اللحظة سريعا واشتر هلال جثته وألقاه وسط المغال ويبدو بأن أحدا لم يلاحظ ما حدث بسبب انشغالهم في القتال فصعد هلال فوق السرير رستوم وأخذ ينادي ويقول قتلت رستوم وربه الكعبة إلي إلي قتلت رستوم وربه الكعبة فقبر المسلمون واتخذوا من مكان هلال فوق السرير مكان تجمع وانهار عند ذلك قلب جيش الفرس وانفصلت الميمنة عن الميصرة وأصبح واضحا للجميع أن تلك هي النهاية فوقف الجاللوس عند الرد وراء جيش الفرس وبدأ ينادي بالانسحاب فورا فبدأ جناح الميمنة بالكامل في الانسحاب والمسلمون يقتلون منهم ما يقع تحت أيديهم ولم تتمكن الميصرة من تنفيذ الانسحاب لصوت ضغط تميم وبني الرباب عليهم وانتشر الفزع وسط المقترنين بالسلاسل وألقوا بنفسهم في نهر العطيق بمحاولة للهروب بحياتهم ولكن رماح المسلمين تناولتهم ولم ينجوا منهم أحدا وانتشر القتل بين صفوف الفرس الهاربين حتى لم يبقى أحدا في ميدان المعركة فهو الجيش المسلمين المنتصر بخلاف أعداد من أسر الفرس وقتلاهم الذين ملقوا أرجاء المكان وبذلك انتهت أخيرا معركة القادسية بانتصار مدوي لجيش المسلمين على الفرس بعد انتهاء المعركة انطلق أبطال المسلمين لمطاردة الفلولة الهاربة بقية القعقاع بن عمر وأخيه عاصم ومعهم شرحبيل بن الصمت وبدأ بقية رجال المسلمين في دفن شهدائهم في اليوم الثالث واليوم الرابع للقتال فقد كانت أعداد شهداء المسلمين في أول يومين 2500 أما في اليوم الثالث والرابع فقد بلغوا 6000 شهيد أما جيش الفرس فقد قتل منهم في اليوم الثالث والرابع للقتال فقط عشرة ألاف قتيل بخلاف ما فقدوه خلال الأيام السابقة وبخلاف الثلاثين ألف الذين كانوا مقترنين بالسلاسل وتناولتهم سيوف المسلمين ورماحهم بعد أن حاولوا الفرار في نهر العطايق واستمرت مطاردة المسلمين لفلولة الفرس دون أن يرتاحوا حتى وصلوا إلى مدينة الخرارة وعادوا لجيش المسلمين مظفرين فقرر سعد بأن تكون المطاردة أكثر عمقا وكلف زهرة من الحوية بمطاردتهم إلى ما بعد الخرارة فانطلق زهرة ومن معه من المسلمين وتمكن من اللحظ بالجلوس وقام القاسي في الحال واستمر في مطاردتهم حتى وصل إلى مدينة النجف ثم قرر بعد ذلك أن يعود إلى القادسية ليبيت مع جيش المسلمين كانت معركة القادسية أعنف المعارك الحاسمة في التاريخ الإسلامي فقد استمرت لمدة أربعة أيام وثلاث ليالي وانتهت منصر حاسم للمسلمين وقد قررت هذه المعركة مصير العراق بشكل حاسم فمنذ هذا التاريخ وأصبحت العراق تقضع مباشرة لدولة الخلافة الراشدة وتقلص نفوذ الدولة الساسانية بها بشكل كبير وقد أسلم أربعة ألاف جندي من جيش الفرس بعد المعركة مباشرة كما أسلمت العديد من القبائل العربية المقيمة على دفاف نهر الفرات وعدد كبير من سكان العراق وعاد جميع من نقط عهوده من سكان الأقاليم التي افتتحها خالد بن الوليد والمثنى من حارثة إلى الإسلام وسامحهم المسلمون على ذلك ولعل من أهم انتصارات المسلمين في تلك المعركة هو حصولهم على راية فارس الشهيرة درافش كابيان والتي تعد أشهر الرايات في التاريخ وكانت تخرج فقط في المعارك الحاسمة وقد كان طول تلك الراية يبلغ 12 ذراعا وعرضها 8 أذرع وكانت مرصعة بالياقوت واللؤلؤ وقد قطعت وارسلت إلى المدينة المنورة فكانت معركة القادسية الطريق الذي فتح الباب أمام الانتصارات الإسلامية اللاحقة في المنطقة ولكن لذلك حديثه الآخر إن شاء الله